تقريب فيه قصة نجاح قصة نجاح مصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية في ظل أزمة كورونا وقبل أزمة كورونا قصة نجاح حقيقية في تحويل السواد إلى بياض قصة نجاح حقيقية في تحويل الاهتراء اللي كان موجود إلى حزم اقتصادي موجود كان فيه مصر كانت مرهونة بقرارات بتتخذها شركات من برى مصر ما كناش نقدر نعمل اللي بنعمله لو ما كانش قراري من إيدي وعندي أسمنتي وعندي حديدي وعندي كذا وعندي كذا مشروع الطرق كان هيفشل مشروع الإسكان الاجتماعي كان هيفشل مشروع العاصمة جريك كان هيفشل لو ما كانش عندي الرصيدة الحقيقي من المنتجات اللي تخليني أوفي بإحتياجاتي ده كله كان حاصل فخليني بس أنا بفكركم ما عليش وبفتح الجرح ولازم حضراتكم تحسوا وتشوفوا إيه اللي كان بيحصل في مصر بفكركم بس واللي بيحصل دلوقتي يقول لك بس والله الجيش والله يواخد الشركات والله أصلح مش عافين يشتغل مش ده بيتقال بيتقال وفيه ناس بتغلوا ترددوا برة وبيكتبوا لك عسكرة الاقتصاد والكلام ده كله احنا مفيش حاجة على رأسنا بنخاف ومفيش حاجة عندنا نخبيها ومفيش حاجة نبقى مكسوفين منها بنقول إنه الشركات والمصانع اللي أقامها الجيش أقامها الجيش لمحاولة سد ثغرات في الأمن القوم المصري مش حاجة تفاصيل الجيش لما يقوم يعمل شرك والجيش هو المؤسسة القادرة على الفعل السريع المنضبط بشكل جمعي مفيش كلام حاجة يقدر نتكلم لما احنا قاعدين هنقعد نتحايل على شركات الأسمنت والحديد 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 ومش عارف ايه وايه لا 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 عندي جيش بسرعة عندي الشركات اللي تابعك تبني بسرعة تخلص بسرعة بشكل منضبط بشكل سريع جدل الزمني التكلفة كل ده تمام بنعمله بنودفين بنحطه في جيبنا يعني المصنع ده بيروح فين المصنع اللي اللي شفناها دي كله بتروح فين موجودة واصدر الرئيس توجهات يلا حطها في البورصة يلا نحطها اسهم يلا القطاع الخلص يخش اشتغل يلا يا جامعة خش شغالة وبتكسب وزي الفل ونعمل غير اخد فلوس الفلوس دي ونعمل شركات تاني يبقى كله موجود في البلد عندي عندي قطاع من الصناعات والمشروعات البلد كل سنة بيخش فيها 200 ألف واحد عايز يشتغلوا فين كل سنة في 800 ألف خير الجامعة عايز يشتغل وياخد شقة وابن بيت ويتجوز هنجيب له منين لازم نشتغل مش اكتفى بالمصانع اللي بيين ايديا بس لأ اتوسع في المصانع الموجودة يخش القطاع الخاص يشيل يشتغل يدير يجزب اسمارت من برة والفلوس اللي احنا بيعناهالوا بيها نعمل بقى مصانع جديدة ونشتغل وبرده نسلمها وهكذا ده اللي حاصل فالتقرير اللي بين ايدينا اللي اصدره البنك الدولي بيشهد لمصر شهادة نجاح من البنك الدولي للاغتصاد المصري بشكل عام بيقول دي قصة نجاح وبيقول في التقرير على القطاع الخاص انه هو يخش يتفضل يلب النداء وكمان بيقول انه عشان يخش القطاع الخاص مطلوب مجموعة من الاجراءات الدولة بتقوم بيها دلوقتي على اكمل وقت دا التقرير اللي بنا داي دا تقرير gest伴 دا التقرير ن pesos